ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رئيس المجلس صلاحيات واختصاصات لضبط الجلسات حفاظا على وقت المجلس ولتحقيق الغاية المرجوة من وجود سلطة تشريعية فجاءت هذه التعديلات لتحقيق هذه الاهداف متتابعة طبعا أهم التعديلات جاءت هي منح رئيس المجلس صلاحيات لضبط الجلسات إضافة إلى ذلك أن بعض التعديلات جاءت بهدف تنظيم عمل المجلس يعني لا يمكن أن يقدم عضو اقتراح برغبة إلى الحكومة والحكومة لم يتم إقرار برنامجها المادة 43 وهي تتعلق بمدى سرية الجلسة مدى سرية الجلسة هناك أتاح التعديل بأنه لرئيس المجلس بأنه يأمر السادة النواب بأنه يسحب الأدوات السوشال ميديا مثل ما نعرف ومن حق يتروا لي المجلس أنه يحافظ على السرية من حيث يسحب الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم السرية المادة 127 جاءت ضرورية كون الحكومة لا تستطيع النظر برغبات النواب قبل إقرار برنامج الحكومة فضلا عن إضفاء مزيد من التنظيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحسم مشاريع القوانين المتراكمة في المجلس الوطني منذ الفصل التشريعي الأول فيما جاءت المادة 138 لتنظيم وقت مناقشة الأسئلة البرلمانية ومنع صقوطها مع انتهاء أدوار الإنعقاد والحفاظ على وقت المجلس هذا ويجوز إعادة تعيين النائب في مثل درجته الوظيفية السابقة لتمنحه الأمان أثناء ممارسة عمله النيابي جلسة نقاشية في قمة الأهمية في هذا الوقت تحديدا حول التغييرات التي صارت بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب للأمانة من خلال الشرح المستفيد توصلنا إلى أن بالفعل هذه التغييرات تصب في صالح عمل المجلس زيارة كفاة تنظيم وقته بناء على الخبرات السابقة لمجلس النواب حضارنا الندوة التي نظامها معهد التنمية السياسية فيما يتعلق بحول تعديل الأقاح الداخلي لمجلس النواب البحريني وأوضح لنا اليوم المحاضر فيما يتعلق عن أسباب وآليات التعديل ومضمون هذه التعديلات التي جاءت وإنعكاسا من واقع العمل البرلماني وما يحتاج العمل البرلماني هذه الندوة أو الحلقة النقاشية اليوم توقفت أمام الكثير من النقاط الخاصة بالتعديلات وفعليا فتحت أمامنا آفاق كثيرة للتفكير حول النقلة النوعية التي سيشهدها العمل النيابي خلال المرحلة القادمة في الفصل التشريعي القادم التعديلات الأخيرة نطمت آلية سن القوانين والحد من الاقتراحات الارتجالية غير المدروسة التي تتم أثناء مناقشة مشاريع القوانين وممارسة المجلس لصلاحياته إبداء من الرغبات بعد إقرار برنامج الحكومة إضافة إلى حسم مصير مشاريع القوانين من الفصول التشريعية السابقة نقاشات مستفيضة حول جملة من التعديلات ستطرع على لائحة عمل مجلس النواب ما يساهم في تنظيم آلية العمل خلال الجلسات وطرق التعاضي مع المقترحات التي يتقدم بها السادة النواب خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين